أخوتي أخواتي السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحية الأحرى في المغرب وخارج المغرب شكرا للناس الذين يدعمونا والناس الذين يشجعونا نسكي خلي بتعليقات نسكي بارتاجي بتحية الجميع الموضوع اللي غنا نهضروا عليه اليوم وهو إعادة التاريخ لأننا لجينا نشوف مثلا الوضع في عهد محمد السادس وهو نفس الوضع اللي كانت يعيش جده عبد الحافظ من اللي وقع معاهدة الحماية مع فرنسا يعني شي اللي لجينا نبحثوه على وجه التشابه بين محمد السادس وعبد الحافظ يعني كلقهم بحال بحال يعني عبد الحافظ حتى هو كان تعيش نفس الوضعي اللي كان تعيشه محمد السادس كان عيش غير تيجيبوا لي مثلا اللعاب كي يجيبوا لي البيكالات كي يجيبوا لي السيارات وهذا الش اللي واقع مع مالك المغرب يعني كتشوفوه كي بت يعيش يعني لا يهتم لا بالشعب ولا بالواقع ولا بأي شيء أنه يهتم بالمسائل الخاصة يهتم بالبزنس يهتم بالشركة يهتم بالصفر يهتم بالحياة وناسي نواقع في المغرب ناسي أنه ماليك ناسي أنه رأي مسؤول ناسي رأسه أنه رأي رئيس دولة يعني هذا كل ما دخش له في دماغه وهنا سيرجع سيدي الأول أول نهار من اللي كان جاء فيه محمد الساديس يعني لما توفية الحسن الثاني يعني لجي تشوفه مثلا هناك بعض أخبار اللي كتخرج اللي كتقول الملك الشاب اللي غادي يرجع للمغرب الحرية غير يرجع للمغرب الديمقراطية أنه إنسان متشبع بأفكار تحرورية بأفكار ديمقراطية ولكن ذلك شي كان كله يعني لعبة غير باش مثلا يدق لوتاد في المغرب هذا مثال يعني مغريبي قدم يدق لوتاد يعني غير باش يضمن الملك الديانه باش يضمن أن الشعب المغريبي الشعب المغريبي غادي يقبله غادي يستقبله غادي هذي ولكن اللي فراسه ره كان فراسه وهو نفس السياسة اللي كان يبطي حفاظ على الكرنزي في سنة 2001 ألف السيد جون بير تيكوا الصحب الفرنسي بجريدة لوموند كتابا بعنوان الملك الأخير الذي تم نشره في مطبوعات غاسي أترى هذا الكتاب استغراب وفضول بعض الأوساط السياسية والإعلامية المتتبعة للأوضع في المغرب الذي يعرف أنداك بداية حكم نظام محمد السادس وفارقه الجديد ويجب التذكير أن أوساطا معروفة في كل من باريس ومادريد خاصة قد روجت في تلك الأثناء بأن المغرب سيطوي في عهد محمد السادس مرحلة الاستبداد التي ميزت حقبة والده الحسد الثاني وستفتح أمامه صفحة العاهل الشاب المتشبع بموت الديمقراطية وحق الإنسان حتى أن تلك الجهات الوصية أطلقت على الجالس الجديد على الكرسي العلوي اسم ملك الفقراء إلا أنه بعد أزيد من عقدين من حكم محمد السادس فإن المغرب يوجد اليوم في أسوأ حال سياسيا واجتماعيا أكثر من أي زمن مضى بما في ذلك زمن توقيع جده عبد الحافظ على فضيحة الحماية سنة 1912 يعني هنا الناس يقول لك الدينة الوضعية التي يعيشها المغرب ركت يعني أشان نقول لكم يعني أكفس من الوضعية التي كانت يعيشها المغرب في 1912 يعني في حكم جده عبد الحافظ يعني المغرب الآن تعيشها أسوأ مرحلة أكثر من المرحلة التي كانت يعيشها المغربة في عهد عبد الحافظ ملك الفقراء زاد من فقر المغربة إذ عم الجوع والجهل والفساد أرجاء مملكته التي أصبحت في أدنى مراتب التنمية البشرية حسب جميع الدراسات وإحصائيات الأمم المتحدة ووكالتها المختصة وارتفعت في عهده مدنية المغرب إلى ما أصبح يقارب الناتج الوطني الإجمالي تسيطر على المغرب اليوم صور البؤس والحرمان ويعيش النظام العلوي أبشع حالة الإنحطات السياسي والتدني الأخلاقي إذ تحول ما كان يعرف بملك الفقراء إلى الملك المفتريس الذي هو الكتاب الذي نشره سنة 2012 من طرف السعي اللي كانت الاكتباته كاترين جراسيي وإيريك لونو الملك المفتريس استحود على السلطة والمال بشكل جسع ومتهور كما شاهد بذلك الصحفيان الفرنسيين بعد عقدين ونيف فضل الملك المفتري سترك الباخرة تبحر بدون ربان وهذا ما نرى يعني المغرب لا حاكمه مثل القصر ولا نظام المغربي ولكن المغرب الآن كانت تحكم فيه جهات أجنبية وسلم مهمة حماية بلاط العلوي لإسرائيل بدل فرنسا واختفى في ليالي باريس مع عائلته الجديدة إذا نرى مثلا واحد الصراع واقع دبا بين المغرب وفرنسا بالزافة الناس ما فاهمينش يعني القادية ببساطة وهو أن المغرب كانت تحكم في فرنسا ولكن دبا محمد السادس اخدس ورد من فرنسا وعطاهم الإسرائيل لهم الذين يتحكموا دبا في المغرب يجمع المراقبون والمختصون في الشأن المغربي بمختلف أصناع بمختلف أصنافهم من أصدقاء مقربين ومن معارضين وخصوم على أن المغامرة التي دخلها المغرب والتي تسمى حرب الصحراء الغربية تعتبر السبب الرئيسي الذي أوصل المغرب إلى حالة الإفلاس التام وإلى حافة الانفجار وأدى إلى تولي قوة أجنبية جديدة مقارد الأمور في المغرب محل أخرى كما يجمعون على أن الغلط الاستراتيجي الذي أدى إلى الأوضاع الخطيرة التي يعرفها المغرب اليوم هو تراجع محمد السادس وفريقه عن القرار الحكيم والدكي الذي اتخذه الحسن الثاني والمتمثل في الاختكام للحل الديمقراطي لإنهاء الحرب في الصحراء الغربية عبر استفتاء تقرير المصير تجسيدا لقرارات الشرعية الدولية رهانة فريق الملك الغائب على المقايضات السيئة وشراء الديمام تضحرج المغرب نحو الهاوية والمجهول إذ كان الحسن الثاني قد انتشل المغرب وعرشه من السكتر القلبية ووضع المغرب على طريق السلام من خلال التوقيع على مخطط التسوية سنة 1991 فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف لفريق محمد السادس أن يتفادى السقوط النهائي للنظام العلوي في المربع الأخير ومهما كانت التطورات المستقبلية في المغرب فإن كل مقاربة لا تعتمد على إنهاء احتلال أراضي الجمهورية الصحرية كممر إجباري وفتح صفحة جديدة في الإخاء من الإخاء وحص الجوار والتعاون المتمر مع جميع الجيران لن يكتب لها النجاح هنا قال الناس فهموا واحد القادية أعرفوا واحد القادية أن النظام المغربي تعرف دائما مش سكتة قلبية ولكن تعرف سكتة دماغية إلى المغرب مثلا واحد اللي بقيته كانوا وصفوه كيعرف سكتة قلبية ولكن اللي كان عيشوه دائما مش غير سكتة قلبية ولكن سكتة دماغية يعني كنشوفه مثلا أوضعه في المغرب لم يعود حتى للقصر لم يعود له تدخل فيما يزري في المغرب ولن يجينا نشوفه مثلا لأن المغرب لم يعد ملكا للمغاربة المغرب مبقاش ملكية ديال المغاربة لأن هذا النظام هذا فرد في المغرب قسم المغرب وعطاهك هدايا لعدة جهات أجنبية اللي كانت تحكم في المغرب كنشوفه مثلا أمريكا كنشوفه فرانسا كنشوفه الصين كنشوفه مثلا الأبناء الخارجية كنشوفه مثلا عدة جهات دابة قسمات المغرب اللي كانت تحكم في المغرب بالطريقة التي يحلو لها وهي اللي كتفرض مثلا على الشعب المغربي أشنو يخصو يدير وذلك عن طريق البنك الدولي اللي يقول لك يفرض على المغرب أنه خصو يقوم بخوصصات التعليم بخوصصات الصحة بخوصصات كل مثلا المجالات الإجتماعية اللي من المفروض خاصة تكون الدولة هي اللي كتكون كتسيطر عليها والدولة اللي كتكون كتسيرها دابة البنك الدولي من الأوامر دي البنك الدولي باش أنه يبقى يسلف للمغرب خصو يقوم بخوصصات جميع المجالات الإجتماعية اللي من المفروض أن الدولة هي اللي خصوها مثلا تكلف بتسير هاد المؤسسات ولا هاد المجالات وهذا هو الشيء الخاطر لأنه كيفما كان عرفو أنه سقوط الدول دائما يعني باش كي ينتهي سقوط الدول وهو بتدخل دول أجنبية ونجي نشكوا مثلا المغرب الآن حاليا تتحكم فيه جميع دول العالم تتحكم فيه لأن كل جميع دول العالم عندها استثمارات في المغرب من اللي تسمح للدولة مثلا كتدخلها كتتبلي عند استثمارات في المغرب را تتبلي داخل في القرار كتبلي عندها مثلا نوع من التحكم في القرارات السياسية نوع من التحكم في القرارات الاقتصادية لأن أي واحد مثلا كمشي كيفستثمر في المغرب رخصو يدافع المصالح دیالو في غياب مثلا نظام المغرب ومعرفة الشخصية لدولة المغربية لأن المغرب تقسم المغرب لعدة جهات أجنبية هي التي تتحكم فيه وخاصة إذا نرى القرارات المصيرية كلها الآن لأن القرارات المصيرية كانت تكون هناك نقاشات بين المغرب وفرنسا في القرارات المصيرية هذه القرارات المغربية أمنوا بأن فرنسا كانت تكون جهة من الجهات التي ستكون عندها رأي فيما يجري في المغرب ولكن حالياً كانت تحول بغتة أن النظام المغربي أخذ المفاتيح من فرنسا وعطاهم الإسرائيل التي ستكون عندها مثلاً دور خاطر في المغرب التي ستكون أخطر من فرنسا بحال بحال دولة استعمارية دولة توسعية ستكون دائماً دولة توسعية الهدف دينها الدول الاستعمارية والدول التوسعية وهي نهب خيرات أي بلد رغم أن يدخلوا بقضية الصداقة نحن نريد أن نعاونه نريد أن نحميه ولكن هذا الهدف النظام المغربي يتقبل هذا النوع من العلاقات وهذا النوع من الصداقات المفبركة وهذه الصداقات لمشيح حقيقية غير لحماية نحن نعرف أن النظام المغربي لا يبحث عن شيء سيقدم شيئاً للمغرب أو سيقدم شيئاً للشعب المغربي ولكن دائماً يبحث على من يحبيه على من يسهل عليه الطريق على من يسهل عليه قمع المغاربة على من يسهل عليه تهميش والوضعي المغربي هو كل هذه الشيئة بمساعدة الدول الأجنبية لأن الدول الأجنبية والدول الصناعية والدول التي عندها أطمع في المغرب لا يهمها الشعب المغربي أكثر ما يهمها الأرباح التي تجنيها من خيرات المغرب من المواد الأولية من رخص يد العاملة من الموقع الجغرافي المغرب وهو موقع الجغرافي الاقتصاد مهم جداً كالقوا مثلاً بوابة لأوروبا وبوابة لإفريقيا يعني يجب واحد المكان اللي سهل على المستثمرين أنهم يقوموا بواحد الاقتصاد ولا بواحد المعاملة التجارية يعني بين إفريقيا وأوروبا يعني اللي سهل عليهم الأمور كثيراً إخوة الأخوات كانت مني يعجبكم موضوع وصبرك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم